الدكتور الهواري وسيد قطب سئل الدكتور عن قول سيد قطب في موسى عليه الصلاة والسلام فأجاب لكن هل يقال أن هذا سب لنبي كالتو بري أم عندي أن الأمر لا يصل لها لأن السب يكون واضح ويكون قائم على حداوة هذا القصد نستطيع أن نقول هذا من الخلال الكبير وهذا من التجاوز الخطير في مقام الانبياء لكن الناس كانوا يقول هذا سب لنبي يكفف صاحبه لأنه قد يقول معلم مراعات دينة الناس والوادهم مهمة فقل يقول هو توشده من دفع من دفع حيثة ليست عيد انته وعصري المزاج يقصد ينضع لأنه معاقه غضب في الآلة فكريه دائما تعصر من الله فهو في ذهجه الذي كتب لها لا يحتضر من هذا الطعن وسوءا رغم أن الدكتور الهواري يقول عن كلام سيد قب في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أنه قول خطير وتجاوز سيء غير مقبول وهذه تعبيرات سيئة وغير مقبولة وغير لايقة إلا أنه ناقذ نفسه بنفسه وأخذ يعتذر له بأن هذا لا يكفر به ولم يكن السؤال عن التكفير أصلا بل كان السؤال هل هذا سب للأنبياء كما هو مسجل موجود فاعتذر الدكتور الهواري ودافع بأنه لا يعتبره سبا لأن السب عنده كما قال لابد أن يكون واضحا ويكون قائما على عداوة هو كما قال في خلاصة كلامه وقد يكون مندفع ليس عيبا عنده أي عند السيد قب هكذا يعتذر الدكتور الهواري وعصبي المزاد يقصد يغضب لأنه لما رآه غضب افتكر الندنوع من التعصب فهو بلهجة التي كتب بها لا يعتبر هذا طعما ولا سوءا إلى آخر ما قال الدكتور الهواري أقول إن هذه العبارات التي قالها سيد قب يسبن واضح جدا لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وهكا كلام سيد قب من كتابه الذي سئل عنه الدكتور الأول لتعلم هل هو سب أم لا يقول سيد قب في كتاب التصوير الفن في القرآن لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصب المزاد ويقول أيضا عن موسى عليه الصلاة والسلام وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين ويقول أيضا عنه عليه الصلاة والسلام في آيات لم يفهمها سيد قب هو تعبير مصور لهيئة معروفة هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة وتلك سمة العصبيين أيضا ويقول أيضا بعدها عن موسى عليه الصلاة والسلام إنه الفتى العصبي نفسه ويقول أيضا عن كريم الله موسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بعد هذا كله قال عن موسى عليه الصلاة والسلام عودة العصبي في سرعة واندفع ويقول عن موسى عليه الصلاة والسلام في آيات لم يفهمها أيضا وليس المجال مجال تفسيرها الصحيح يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة انتهى من كتابه التصوير الفن في القرآن إذا لم يكن كل هذا سب ظاهر لنبي من أنبياء الله وكريم الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام فما هو السب أصلا في نظر الدكتور الهواري أما القاعدة التي قعادها الدكتور وهي أن السب لا بد أن يكون قائما على عداوة فإذا أخذنا بها فهل العداوة نعرفها من لسانه وكلامه وعباراته أم لا بد أن ندخل إلى قلبه وننقب عن قلبه وما فيه لا شك أن الأولى هي الجواب فإذا كان كذلك فإن سيد قب الذي يعتدر له الدكتور الهواري بذكاء وتلبيس إذا لاحظت أخي المستمع الكريم لم يسلي أو يسلم على موسى كنبي من الأنبياء أصلا في كتابه ولم يقر عنه لفظة عليه الصلاة والسلام أبدا بل يقول موسى 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 هكذا مجرد في كل موابع ذكره له في كتابه وبعد ذلك وفوق ذلك يصد بأنه عصبي المزاد وبتلك الأوصاف التي لو يصفنا بها الدكتور الهواري لأرعد وأزبد فكيف تكون في حق نبي الله موسى ليس السبا والدكتور الهواري يعتذر له ويقول بالحرف عن سيد قب فهو بلهجة التي كتب بها لا يعتبر أن هذا أي لفظة عصب المزاد طعنا وسوءا ويقول قبلها معتذرا له أيضا بعدين مراعد بيئة الناس أكذا يقول ولغاتهم مهمة فقد يكون عنده هو كون مندفع ليس عيب عنده سبحان الله مندفع هذه عن موسى عليه الصلاة والسلام ليست عيبا لا والله هي عيب كبير بل هي تكذيب للكتاب والسنة لأن موسى عليه الصلاة والسلام صبور جدا وليس مندفعا كما قال سيد قب الذي يعتذر له الدكتور الهواري ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر كما رواه البخاري بالصحيح فقال الله سبحانه وتعالى آمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فكيف يكون مندفعا ثم من أين علم الدكتور الهواري أن سيد قب يقصد أن لفظة عصبية المزاج ليست طعنا ولا سوءا من أين علم هذا؟ من أين؟ أقول يا ترى لو كان سيد قب حيا هل كان يستطيع أن يعتذر مثل ما اعتذر له الدكتور الهواري رئيس المجلس العلمي لتنظيم الإصلاح؟ تعاني أود كي قب حياة لا در تنظيم الهواري